بسم الله الرحمن الرحيم محاضرتنا اليوم يا شباب رح نكمل بشابتر 4 الآن يا شباب رح نحكي عن الميموري ترانسفير الآن يا شباب أي كمبيوتر عندنا بالدنيا لابد من وجود ميموري بداخله فبالتالي أي كمبيوتر أو أي بروسيسور لازم يتعامل مع ذاكرة أو مع ميموري يونت الآن هاي الميموري يونت أو هاي الذاكرة يا شباب شو فائدتها هي عبارة عن مخازن بتحتوي على البرنامج اللي الآن قاعد بتنفذ وبالتالي أي برنامج بتنفذ لابد من وجوده وين يا شباب على الميموري وكمان مش فقط البرامج اللي بتتنفذ لازم تكون موجودة على الميموري والآن كمان يا شباب أيش الداتا فأي داتا إحنا أو فاريب اللي بنتعامل معاه رح يكون يا شباب وين موجود رح يكون موجود بالميموري أوكي وبالتالي الميموري تحتوي على البرامج اللي قاعدت تتنفذ بالإضافة للداتا أوكي للداتا اللي إحنا بنتعامل أو البرنامج تاعي بتعامل معاها أوكي فمثلاً عسب المثال لما تشغلوا برنامج إكسل عسب المثال الآن برنامج هذا الإكسل مباشرة رح يتحمل من الهارد ديسك على الميموري أو على الرامات أوكي الآن لما أنت تبدأ تكتب على برنامج الإكسل وتبدأ تكتب داتا مثلاً الآن هاي الداتا أوكي مبدئياً رح تكون وين موجودة رح تكون موجودة وتتخزن على الميموري أو على الرامات الآن إحنا اليوم إن شاء الله رح نحكي بالتفصيل عن الميموري يونت ونشوف هاي الميموري يونت أوكي كيف بتشتغل بالتفصيل ليش؟ لأنه الكمبيوتر تعني يا شباب رح نشبك معه الميموري رح نشبك معه هاي الميموري يونت وبالتالي لازم نكون فاهمينها بالتفصيل أوكي الآن بناء على إيش هي الميموري يونت يا شباب الميموري يونت بكل بساطة اللوجيكال فيو إلها هي عبارة عن مجموعة من الخلايا مرتبة كأري أو كوان دانيشين الأري وبالتالي الميموري يونت تاعيتي أوكي هاي الميموري يونت هي عبارة من داخلها هي عبارة عن مجموعة من الخلايا مرتبة كone dimensional array. يعني هيك ممكن ننظر لها. وبالتالي جوا في cells أو word وهذول الخلايا مرتبات كone dimensional array هاي الخلية الأولى الثانية الثالثة إلى آخره الآن كل خلية بقدر أخزن فيها data أوكي كل خلية بقدر أخزن فيها data. الخلية الثانية كمان بقدر أخزن فيها data. والثالثة إلى آخره والآن كل خلية بما أن هنه مجموعة من الخلايا كل خلية إلها يا شباب address أو إلها عنوان. وبالتالي الخلية الأولى الأدرس تاحها الصفر الخلية الثانية الأدرس تاحها واحد. الخلية الثالثة الثانية إلى آخره أوكي وبالتالي يا شباب هاي هي الممر هاي هي عبارة عن الممر يونت طيب الآن يا شباب زي ما أنتم شافين كل ممر يونت أوكي بنقدر نجري عليها two operations اللي هي read والwrite يعني هاي الري بقدر أعمل عليها بقدر أعمل منها read أو بقدر أعمل عليها write يعني بقدر أقرأ منها وبقدر أكتب عليها أوكي الآن وبالتالي كل الممر يونت الها read input وإلها write هذا اللي بيحدد إنه شو العملية من الجهة وبالتالي هاي الممر يونت رح يكون الها read or write أوكي تمام الآن يا شباب كمان كل الممر يونت أوكي إلها ما يسنى بال address bus address bus أوكي الـ address bus هو عبارة عن an من الـ input an من الـ input هذا هو عبارة عن input أوكي an وهو عبارة عن address bus وهذا من سمين an من الـ input كل الـ input بفوت بت أوكي سعر نشوف شو يعني معناه لأن هذا الـ address bus الشباب اللي موجود عندي هو عبارة عن إيش هو عبارة عن البص اللي بحدد عنوان الخلية أوكي عنوان الخلية اللي بدي أقرأ أو أكتب عليها هذا الـ address bus أوكي عنوان الخلية اللي بدي أقرأ أو أكتب عليها فاوين يحدد أوكي على الـ address bus أوكي كل بساطة الان انت بدك تكتب على خلية رقم خمسة هون رقم خمسة او للادرس تاعة خمسة بتودي على هذا الانبوت او على الادرس بس رقم خمسة هذا معناها انك انت بدك تكتب على الخلية رقم خمسة او بدك تقرأ من الخلية رقم خمسة اوكي وبالتالي اذا انا قلت لكم عندنا هون بالميموري تاعيتي في عندي ثمن خلايا اللي هو ثمانية سلس يعني مرقمات او الادرس تاعة من صفر لسبعة جديش الان رح تكوني يا شباب او جديش عدد اللاين بالادرس بس ثمنية كم ثمنية رح يكون لا لا ثلاث رح يكون ثلاث بالزبط اوكي رح يكون ثلاث الان انتبهي يا شباب هون انا عندي ثمن خلايا ثمن خلايا بالباناري 0-0-0-0-1 لحديت 1-1-1 هاي هو العنوان تاحل الآن قديش عدد البتات لتمثيل عنوان من صفر لسبعة من صفر لسبعة يعني ثمانية فرح يكون عندي ثمانية ثمان خلايا عندي أنا معناها ثمان خلايا معناها ثنين قوة ثلاث معناها بهاي الحالة رح يكون عندي الأدرس بس ثلاثة بت إذن الآن بهذا المثال رح يكون ثلاثة دكتور بالنسبة للأدرس بس ونفس الأدرس ريجستر الموجود في الرسمة هل يصير؟ لا الأدرس ريجستر هذا أدرس ريجستر إحنا رح يشوفه بالديزاين بالكمبيوتر تعنا رح نشبك الأدرس ريجستر الأوتبوت تعه مع الأدرس بس الآن هذا هو الأدرس بس هذا الأدرس بس إحنا شابكين معا بهاي الرسمة الأدرس ريجستر الأدرس ريجستر زي ما أنتم شايفين بالرسم اللي أمامنا هو عبارة عن ريجستر بخزن إيش؟ بخزن الأدرس اللي بدي أبعثه على الميموريونت الآن هذا الأدرس من وين رح يرسل أو كيف رح يرسل عبر الأدرس بس اللي خاص بالميموريونت تمام أوكي أسعني نشرحها إن شاء الله يعني أوكي فأكل حال إذن كل ميموريونت إلها ما يسمى بالأدرس بس هذا الأدرس بس بيحدد عنوان الخلية اللي بدي أكتب أو أقرأ منها طيب بالمثال تاعي أنا هون عندي ثمن خلايا جوا في عندي ثمن خلايا الآن هذول الثمن خلايا اللي موجودات عندي طيب يعني الثمن خلايا معناها رح أحتاج لثلاثة بت لتمثيل عنوان واحد من هذولا الثمن خلايا وبالتالي معناها الأدرس بس رح يكون ثلاثة بهاي الحالة ثلاثة لان يعني بكون هون فايد لين ون ولين تو ولين ست أوكي طب ممكن سؤال بالنسبة للميموريونت هاي مثلا لو فرضنا أنه كل ساعتها ثماني بت اطلع هاي الميموري كاملة ساعتها أربعة وستين بت بالزدطة رح يكون ثمانية في ثمانية أربعة وستين بت أو ساعتها ثمانية بايت أوكي تمام صحي أوكي إذن هذا الادرس بس والادرس بس وننتبه هو انبوت على مين على الميموريونت تاعتنا أوكي إذن هاي الميموري بس خلينا هون يعني لو بدنا نرسمها هاي الميموريونت رح يكون لها آدرس بس ثلاثة بيت نسميهن اي زيرو اي وان واي اي تو طيب الآن نتبهوا لو كل خلية عندي أو كل سل عندي ستة عشر بيت أوكي لو فرضت انها كل خلية ستة عشر بيت ستة عشر بيت يعني بده ارقبها من صفر لقديش لخمسة عشر أوكي هاي الخلية ستة عشر بيت هاي الخلية ستة عشر بيت هاي الخلية ستة عشر بيت لحديك الاخير هاذو منسميه شباب الوت أو منسميها بهاي الحالة أوكي الورد في الميموري تاعتها كل خلية ستة عشر بيت أوكي احنا ستة عشر بيت رح نسميه وورد يعني الورد بهاي الحالة رح تكون 2 بايت طيب الآن الكمان يا شباب كل ميموري كل ميموري لها ما يسمى بالداتا بس الداتا بس هو عبارة عن بس مكون من ام بت ام من البتات بس ام من البتات هذا اسمه داتا بس هو عبارة عن بس من خلاله برسل الداتا للميموري او بسترجع داتا من الميموري يعني اذا احنا بدنا نكتب على الذاكرة نبعث الداتا اللي بدنا نكتبها عبر الداتا بس واذا احنا بدنا نقرأ من الذاكرة نعم نريد فالداتا اللي منقرأها من جوه من الخلايا من واحد من الخلايا رح ترجع عنا عبر الداتا بس يعني منفذ الداتا هو يسمى الداتا بس اوكي الان كل خلية منقرأها الداتا تعيدتها بتطلع وين على الداتا بس او كل ما بدنا نكتب على خلية منود الداتا على الداتا بس وبالتالي الداتا رح تكتب على هاي الخلية طبعا اي خلية اللي عنوانها محدد بالادرس بس طيب بتلاحظوا على سهم الادرس بس حطيت سهم انبوت فايت على الميموري اما على الداتا بس حطيته سهم على يعني حطيت رأس سهم على داخل وخارج من الميموري ليش لانو بس ترجعوا برسل بالضبط لانو الداتا بس طبعا رح يستخدم لارسال الداتا على الميموري او استقبال الداتا من الميموري وبالتالي يا شباب فهو ايش باي داركشنال يعني اوكي يعني هو انبوت اوتبوت بنفس الوقت هو انبوت اوتبوت اوكي هذا البس انبوت وانبوت طيب الان لو سألتكم هون سؤال بهذا المثال اللي امامي بالمثال هذا اللي امامي لو قلتلكو يا شباب قديش حجم الداتا بس دعنا فوربت 16 لا رح يكون 16 بالضبط رح يكون عندنا 16 ليش لانو كل خلية انا حاكيلكو هيو من صفر لخمسة عشر فكل خلية حجمها 16 وبالتالي اذا انا بدي اكتب على الميموري لازم اودي 16 ربط واذا بدي يقرأ من الميموري الداتا اللي بدي يقرأها من الخلية رح تطلع لبرة طب الخلية حجمها 16 معناها الداتا بس حجمه قديش 16 يعني اكتور الان ساوي الام دايما ان تساوي ام اه لا 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 مش شرط ليش سمينا ام وان مختلفات وبالتالي بهاي الحالة ام بتساوي 16 يعني رح يكون الام 16 شرط لاين نفس الكمان بسين دكتور رح يكون كل بيث تحتاج واحد فقط من ال وان لاين تترانسفر تمام يعني احنا كل خلية هنا نقرأها اوكي ما ننطلحها هاي الخلية حجمها 16 وبالتالي الداتا بس بدي يكون حجمه اوكي بدي يكون حجمه نفس حجم الخلية وبالتالي بمثال تعني هنا رح يكون 16 الان هاي المموري يونيت رح يكون لها اذا 16 16 داتا لاين منسميه 16 داتا لاين وبالتالي رح يكون لها 16 داتا لاين اوكي منسميهين D0 D1 D2 لحد D15 اوكي بهذا المثال طبعا هذا يا شباب بالنسبة لا اوكي الداتا بس الان يا شباب حتى نفهم كيف بتشتغل المموري اوكي كيف بتشتغل المموري الان خليني يشوف هذا من خلال مثال الان لو طلبتم منكم يا شباب انه نتبه هاي المموري اللي امامنا وانه نخزن على الخلية رقم 2 نخزن مثلا رقم 12 اوكي رقم 12 يعني بدي اخزن 12 على مموري اوف تو طبعا 12 بالعاشرين اوكي فبدي اخزن رقم 12 على مموري اوف تو ايش معناها هاي يعني انه على خلية رقم 2 يعني على هاي بدي اخزن رقم 12 طيب الان شو الاجراءات اللي رحين نعملها اول اشي يا شباب شو رح نعمل رح نودي العنوان الخلية اللي بنا نكتب عليها على الادرس باس اذا على الادرس باس الان شو منوديه شباب 010 بالزبط اللي هو رقم 2 اذا رح نودي رقم 2 اللي هو 010 ممتاز اذا ودينا رقم 2 طيب الان انا بدي ايش اكتب معناها بدي اودي للمموري داتا فالان شو بدي اعمل بودي رقم 12 الان اللي هي داتا اللي بدي اكتبها بوديها يا شباب على وين على الداتا بس اذا احنا منوديها على الداتا بس رقم 12 طبعا انتبهوا الداتا بس داعي كديش 16 بيت ممتاز اذا هذا الرقم بحوله لبانيري 16 بيت اوكي اللي هو شو رح يكون يا شباب 061 1100 صح 11 اه بس بحط الو كمان اسفار صح بزبط بزبط اذا بحط 1100 0000 هذا بايت وكمان ثمن اسفار البيت الثاني مشاني شكلا مع بعض 16 بيت تمام اذا هذا الرقم اللي هو 12 بوديه على الداتا بس والداتا بس بنفع كنبت وبالتالي الان رح هنا اوكي رح يكون على على الداتا بس هذا الرقم ممتاز اوكي الان هاونا كل لاين بالداتا بس اوكي كل لاين بيحمل ون بيت طيب هاي النقطة الثانية اذا بعثنا الاثنين على الادرس بس وبعثنا الاثناش على الداتا بس ايوه الان شو بعمل هاي المموري اوكي بوديلها يا امر ريك يا امر رايت فاون شو بنوديلها شباب رايت رايت صح شو رايت بودي بودي الرايت واحد والري صفر انا شو بدي احمل يا شباب بدي اكتب فبدي اكتب الاصناش على المموري معناها امر رايت فبالتالي هاي عملية ايش رايت اوبريشن فبودي رايت واحد والري صفر طيب دكتور عادة تعد هالفكرة ايش ايش اه انا شو بدي اعمل هنا بدي أكتب الـ 12 على الميموري صح؟ بدي أكتب الـ 12 على الميموري يعني عخلية رقم 2 بالميموري طيب هاي العملية شو اسمها؟ write كتابة فبدي أكتب دايما أن write هي write على الذاكرة بدي أكتب على الذاكرة وبالتالي write لازم نبعثها واحد فبنيتجي بنبعث write هنا واحد والread 0 هاي عملية write operation الـ data بدي أكتبها على الميموري فرايت ببعثها واحد فقط تمام؟ نفس اللود يعني هاي دكتور بس اللود متحكم فيه عساس أنه ياريد ياريك اللود هاي منحكي أنه لود إحنا وين على register بالضبط أوكي اللود بالضبط يعني اللود هي لود على register يعني كتابة على register أو تحميل register صحيح الـ register كل register له لود لكن هون إحنا عنده طبعا register بتشتغل أوكي يعني بتشتغل على أو هي input لرجستر أوكي أما هون عندنا اسمه write اسمها العملية write بالضبط أوكي الآن الممري تعيتي مجرد ما إجاها write طوالي شو بتعمل مجرد ما إجاها write أوكي طوالي بتكتب الـ data اللي جاي عبر الـ data bus وبتكتبها على الخلية اللي عنوانها محدد بالـ address bus الخلية اللي محدد عنوانها بالـ address bus هي خلية رقم 2 معناته الـ data bus أي إشي على الـ data bus رح يروح يكتب على الخلية رقم 2 وبكل بساطة هيك بكون إحنا كتبنا إذن فالآن رح ينكتب هذول الـ 16 بهاية الخلية رح ينكتب 0011 000 إلى آخر إذن رح ينكتب 0011 والباقي الصفار طبعا لحد الـ 16 تمام وبالتالي هيك بنكتب رقم 12 الآن يا شباب بهاي الحالة بكون إحنا عملنا write operation أوكي الآن السؤال تاعي لو قلتلكوا بدنا نعمل read أوكي بدنا نعمل read اطلعوا لي خلينا نشوف كيف بدنا نعمل read إذا بدنا نعمل read من المموري من الذاكرة فقط رح نزود المموري إيش يا شباب بيعنوان أوكي فقط رح نزود المموري بالعنوان اللي بدنا نقرأ منه ماشي و رح نعطي أمر read فقط هذا اللي رح نعمله الآن أي إشي مخزن داخل الخلية اللي داخل المموري اللي محدد عنوانها بالaddress bus رح تطلع محتوى هاي الخلية ورح يطلع لبرة عبر الـ data bus الآن منيجي إحنا بنقرأ هذا الـ data bus بيكون هيك عملنا read من المموري تاعتنا طيب يعني كيف تطلعوا هاي مموري وفيها محتويات فيها data الآن منا نقرأ من خلية رقم 2 فالآن شو بنجي بنعمل كل بساطة الآن ببعث عبر الـ address بس عنوان رقم 2 فببعث له 010 وببعث له أمر read 1 read يعني بدي أقرأ من الذاكرة و write 0 أكيد فالآن الذاكرة تعيتي أو المموري لما شوف أمر read 1 ولما شوف الـ address بس الـ address بس عليه 010 مباشرة المموري رح تقرأ الخلية رقم 2 اللي محدد عنوانها عبر الـ address بس رح تقرأ هاي الخلية طب وين رح تود الـ data رح تبعث الـ data لبرة عبر مين عبر الـ data بس فالـ data اللي موجودة بخلية رقم 2 رح تطلع لبرة الآن لو أجي هون أشوف محتوى الـ data بس رح ألاقي اللي هو محتوى الخلية رقم 2 يعني رح يكون 0011 00 اللي هو 16 بيت لحد 16 بيت أوكي وبالتالي هاي رح يكون محتوى الـ data بس الآن هذا المحتوى إحنا عادة منيجو مناخذه ومنخزنه برجستر أو ممكن نخزنه بأي مكان إحنا بدنا إياه وبالتالي هيك بكون أنا عملت read operation كي شباب تمام الآن عندنا هون يا شباب بالرسم اللي أمامنا هاي أوكي بتلاحظوا أنا عندي memory unit هيها أمامي أوكي الـ memory unit طبعا أكيد إلها هاي الم 메�ور يوني إلها جوابت أكيد في or لها جواب تأكيد في Array أو One Dimensional Array of Cells أوكي هاي المموري زي هيك بالظبط أوكي لها Address Bus لحظوا أنا شابك Address Bus مع Address Register ممتاز معناته أي عنوان إحنا بدنا نقرأ من هاي الخلية أو نكتب عليها كل بساطة منودي هذا العنوان على Address Register وبالكمبيوتر تعنا اللي راح نصممه راح نستخدم Address Register وبالتالي ما نصير إحنا نودي العنوان على Address Register هذا Address Register مشبوك مع مين مع Address Bus تاع المموري وبالتالي بهاي الحال Address Bus قديش راح يكون حجمه أنبت صح أنبت يعني بهذا المثال راح يكون ثلاثة الآن يا شباب المموريونت تعيتنا هاي اللي هون وصلناها مع مين مع Data Register الآن ليش وصلناها مع Data Register بدنا أي داتا إحنا بدنا نقرأها من المموري أو بدنا نكتبها على هاي المموري عبر Data Bus أكيد أوكي راح نكتبها أو نقرأها من وين من Data Register ريجستر وبالتالي أوكي الـ Data Register راح أشبك يا شباب مع مين مع الـ Data Bus تعمين تاع المموري تاعتنا وبالتالي راح أشبك الـ Input تاع الـ Data Register مع هذا الـ Data Bus ونفس الإشي الـ Output الـ Output تاع الـ Data Register راح أشبكه مع مين مع الـ Data Bus أوكي مع الـ Data Bus وبالتالي الآن بتصيروا أنتو إذا بدكوا تقرأوا من المموري أوكي بتكوا تقرأوا من المموري فزي ما حكينا تبعثوا العنوان عبر الـ Address Register فأي إشي على الـ Address Register وين راح يروح يا شباب أي إشي على الـ Address Register راح ينبعث على المموري يونت عبر الـ Address بس تمام وبالتالي يا شباب إذا بدكوا تكتبوا إشي على المموري تاعيتنا أو Data بدكوا تكتبوها على المموري تاعيتنا مباشرة شو بتعملوا بتكتبوا هاي الـ Data بالأول على الـ Data Register وبما أنه هاي الـ Data Register مشبوك الـ Output مع المموري عبر الـ Data Bus معناته أوكي بهاي الحالة أي إشي مكتوب على الـ Data Register هو اللي راح ينكتب على المموري يونت وكمان إذا بدنا نقرأ أي إشي من الـ Data Register أوكي أي إشي بتقرؤوه من الـ Data Register يا شباب بكل بساطة لما تعملوا أمر ريد من المموري تاعيتنا أوكي أي لما تعملوا أمر ريد من المموري تاعيتنا المموري راح تحط الـ Data وين على الـ Data Bus وبما أنه الـ Data Bus تاعي أنا شابكم مع الـ Data Register معناته الـ Data اللي من قرأها من الذاكرة وين راح تنكتب على الـ Data Register وبالتالي إحنا بهاي الحالة الـ Data Register راح يلاقي عليه الـ Data اللي قرأناها من المموري أوكي شباب الآن عندنا هنا الـ Data Register قديش راح يكون حجمه يا شباب راح يكون أنبت وبالتالي هذا الـ Register راح يكون أنبت يعني بالمثال تاعنا ليش راح يكون 16 راح يكون يا شباب 16 أوكي الآن يا شباب المموري هاي عبارة عن إيش يعني انتبهوا أنا رحت أصمم أو بدي أصمم كمبيوتر احتاجت ذاكرة احتاجت مموري شو الآن بعمل؟ الآن بروح بشتري هاي الذاكرة أوكي يعني الآن إحنا يا شباب منروح منقدر نشتري هاي المموري ورح يلاقيها على شكل chip على شكل رقاقة chip أوكي وهاي chip أوكي بروح أنا بجيبها وباجي بركبها عندي الآن يا شباب هاي chip اللي إحنا بنشتريها إلها bins أوكي من ضمن هذول البنز يا شباب رح يكون اللي هو البنز الخاصات بالإدرس بس وكمان البنز الخاصات بالداتا بس وكمان الريد والريت وكمان بعض الإيش السيجنالز الإضافية وبالتالي هاي chip لما نشتريها أوكي نيجي منشتريها ومنركبها عندنا ومنركبها مع باقي المكونات تاعة اللي هو الكمبيوتر تعنا أوكي طيب الآن هاي chip اللي منشتريها يا شباب أحياناً بيكون مكتوب عليها size داحة فشو مكتوب عليها؟ تطلعوا بله أحياناً بيكون مكتوب عليها هيك مثلاً 4K في 16 كون مكتوب عليها رقم زي هيك هذا الرقم إيش بيمثل طلعوا شو بيمثل يا شباب الأربعة كي هذا الرقم الأول بيمثل عدد الخلايا number of cells الرقم الثاني بيمثل الـ data bus أو حجم الخلية الوحدة فبالتالي 4K في 16 4K بيمثل لي عدد الخلايا والـ 16 بيمثل عدد البتات بكل خلية وبالتالي لو سألتكم سؤال قديش عدد الـ line قديش عدد الـ line بالـ address بس تـ هيتشب اللي مكتوب عليها هذا الرقم أربعة الـ line بالـ address أربعة الـ أربعة كي الكي لأ الكي عندنا 1024 بالـ بالـ digital أربعة كي يعني أربعة ضرب 1024 ضرب 16 الأن هاتُ بما أنه هذا الرقم يا شباب بما أنه هذا الرقم بيمثل هذا الرقم ايش بيمثل هذا الرقم يا شباب بيمثل عدد الـ خلايا اللي موجودة عندي وبالتالي بما أنه بمثل عدد الخلايا إذن منه بقدر أعرف إيش بقدر أعرف قديش حجم الأدرس بس بالمثال اللي شفتوه أمامنا أوكي قديش كان عدد الخلايا كان عدد الخلايا ثمانية فكان عندنا الأدرس بس ثنين قوة ثلاث equal ثمانية فكان حجم الأدرس بس ثلاث وبالتالي بما أنه هون الأربعة كي بتمثلي عدد الخلايا معناته من خلاله بقدر أعرف حجم الأيش الأدرس بس الأربعة كي عبارة عن إيش عبارة عن أربعة ضرب ألف واربعة وعشرين ألف واربعة وعشرين ويساوي إذن هذا ويساوي ويساوي شو الأربعة ثنين قوة ثنين والألف واربعة وعشرين ثنين قوة عشر ثلاثين وارèn أيوة يعني ثنين قوة ثناش وبالتالي بهذه الحالة كديش الأدرس بس ثناش أيوة معناها رح يكون عدد اللين تعاتي رح يكون ثلاثين اللين إذن هذا هو حجم الأدرس بس صح إذن الأدرس بس بهاي الحالة رح يكون 12 لائن فبالتالي هاي تشيب رح يكون لها 12 لائن أدرس بس اللي هو A0 A1 A2 لحد A قديش 11 احنا بلشنا عد من صفر هذا العبارة عن الأدرس بس فرح تلاقوا هاي تشيب عدد الأدرس لائن تاعتها 12 لائن طيب الداتاباس قديش حجمه 16 بالضبط بالضبط الداتاباس حجمه 16 لأنه هذا الرقم اللي هون يمثل حجم الخلية الوحدة وبالتالي إذا أنا بدي أكتب على خلية أو أقرأ من خلية تمام أوكي بدي أكتب على خلية أو أقرأ من خلية بهاي الحالة أوكي رح يكون حجمها رح يكون حجمها لازم يكون حجمها زي قد حجم الداتاباس وبالتالي بما أنه هذا الرقم يمثل اللي هو حجم الخلية الوحدة معناها الداتاباس 16 رح يكون 16 فالشيب تاعيتي هاي اللي أنا بشتريها رح يلاقي الداتاباس 16 يعني من D0 وD1 لحد D15 طبعا هذولا رح يكون الانبوت أو اوتبوت طبعا أكيد هاي الشيب ميموري رح يكون الهاريت ورح يكون لها برضو رايت وكمان الهفي سي سي وقراند كمان تمام يا شباب الآن مثال ثاني لو قلتلكوا عندنا ميموري واشتريت أنا ميموري هاي الميموري يا شباب حجمها أو مكتوب عليها مكتوب عليها التالي مكتوب 2 جيجا في ثماني فالسؤال التاعي هاي الشيب أو هاي الميموري كديش عدد الادرس بس وكديش عدد الداتاباس شو رح تقولولي آه الادرس 2 قوة 31 أيوة من هذا الرقم هذا يمثل عدد السيلز اللي موجودات عندي بالميموري وهذا الرقم يمثل الوكف بالبت لكل سيل موجودة عندي وبالتالي رح يكون عندي 2 2 جيجا في ثمانية هذا بمثل عدد الخلايا وهذا بمثل حجم الخلية فمن عدد الخلايا بقدر أعرف قديش بقدر أعرف قديش عدد اللاين لتمثيل عنوان أي خلية موجود بهاي الذاكرة صح وبالتالي شو رح يكون عندنا إذن قديش حجم الادرس بس رح يكون الاثنين عبارة عن 31 31 صح 2 قوة 1 الجيجا 2 قوة قديش 30 30 بالضبط الكيلو 2 قوة 10 والميجا 2 قوة 20 الجيجا 2 قوة 30 30 بالضبط صح معناته قديش قديش عدد أو قديش حجم الادرس بس 31 لأن 2 قوة 1 في 2 قوة 30 تساوي 2 قوة 31 معناها رح يكون عندنا هذا الرقم هذا عبارة عن حجم الادرس بس طيب الداتا بس الثمانية 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 بالضبط إذن هذا عبارة عن الداتا بس حجمه يعني ثمانية يعني رح يكون التشيب تاعيتي فأيت من D0 لـ D7 ورح يكون عندي آدرس من A0 لـ A30 يعني 31 آدرس طبعا كل line بيحمل بت واحدة بالعنوان وبالداتا بس كل line بالداتا بس بيحمل بت واحدة بالداتا ممتاز إذن هاي يا شباب فيما يتعلق بالميموري يونت تمام الآن أحيانا يا شباب الرقم هذا بيكون مكتوب على تشيب بطريقة ثانية 4K في 16 هذا بيكون مش شيك مكتوب بيكون مكتوب كالتالي بيكون مكتوب طبعا هو يوساوي 4K ضرب 16 أكمن بايت 16 أكمن بايت 2 بايت 2 بايت بالتالي رح تكون يعني هيك بتكون مكتوبة وتساوي 4 4 2 8 8 ك ك بيكون مكتوب. تمام? وبالتالي. اوكي. وبالتالي بكون هذا الرقم اللي هون وهذا الرقم اكيد متكافئات. ماشي? اكيد متكافئة. يعني هون ثماني كيلو بايت. هون اربعة كيلو تو بايت هيك. وبالتالي اصلا هذولا كرقمين متكافئة. الان لو سألتكم سؤال. قلتلكو. عندنا تشيب. حجمها ثمانية كيلو بايت. تشيب. حجمها ثمانية كيلو بايت. الداتا بستحة ستعاش. الداتا بستحة ستعاش. قديش الادرس باس? اوكي. تقدر. اوكي. اكيد. اوكي. 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 تمام. يعني بتقدر يعني تحلوه بالطريقة عكسية. تمام. على كل حال. اذا يا شباب هاي بعض الحسابات اللي بتتعلق بالميموري يونت. طيب. الان سؤال ثاني. هاي الميموري تاعيتي اللي حجمها اربعة كيفية ستعاش. لو سألتكو. اول. لو سألتكو. اكمن لاين للعنوان. شو رح تقولولي. اثناعش. صح? اثناعش. سؤال تاعي. شو اول عنوان واخر عنوان بالخلايا؟. بالهكسة. شو رح تقولولي؟. مرة ثانية عيد للسؤال. انا تاعي تهاي. فيها اربعة ضرب الف واربعة وعشرين خلية. اوكي. تخيلوا هذا الكم. هذا عدد كبير. بس هو يعني هذا حجمها. اربعة ضرب الف واربعة وعشرين من الخلايا. تمام. الان كل خلية سبت عشر بت. حسب الاربعة كيفية سبت عشر. اذا كل خلية سبت عشر بت. يعني من صفر لخمسة عشر. خليي لوحدة. طيب السؤال تاعي. عنوان اول سل. شو رح يكون? كلهم اصفار. اثناعشر سفر. رح يكون ايوة. يعني اثناعشر سفر بالايش? بالبايناري. بالهكسة طيب قديش? بلناش نكتب اثناعشر سفر كبير. احنا بنا نكتبه بالبايناري. بنا نكتبه بالهكسة. ثلاث صفار صح? ثلاث صفار. اذا ثلاث صفار بالهكسة. اذا رح يكون زيرو 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 زيرو. بالزد. الآن وطالع من انصير نكتب بالهكسة. لانه الهكسة تمثيل للبايناري بس بشكل اقل. اذا عنوان اول خلية له صفر يعني. له ثلاث صفار. اوكي? طب عنوان اخر خلية بهاي الذاكرة. احداش? لا. الف وثلاث وعشرين. رح يكون لحظة. الادرس بس. لا مش الف وثلاث وعشرين. هاي المهمة بحجمها اربعة ضرب واربات. اه. اربعة تلاف وثلاث وتسسين. اه اربعة تلاف وثلاث وتسسين. الان ايه بالهكسة انا. او خمس وتسين. بالهكسة. ثلاث ثلاث افات؟ ثلاث افات بالزبط. احنا من مثل الهكسة ليش؟ الهكسة تمثيل بايناري بس بحجم اقل. وبالتالي هاي هي فائدة الهكسة أنا بدل ما أظني أكتب بالبايناري بدل ما أظني أكتب بالبايناري 12 صفر أوكي لا باكتبه بالهكسة أقل وكمان أسهل حتى من الديسيمل طيب الآن لحظة طب إحنا لش نسوي بثلاث خانات لش مش هي الهكسة من أربع خانات إحنا 12 الأدرس بس 12 بت 12 تقسيم أربعة هاي 12 بت تقسيم أربعة بت آه أوكي ثلاث خانات بذب إحنا الخانة واحدة بالهكسة الخانة الوحدة أربعة ديجيت فعندي 12 بت تقسيم الخانة الوحدة أربعة فبطلع إيش ثلاث خانات صح؟ طيب الآن عنوان آخر خلية رح يكون عنوانها 12 ون عنوان آخر خلية رح يكون 12 ون لأنه الأدرس بس تحت 12 فعنوان آخر خلية ون 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 12 بالبيناري طيب بالهكسة كل أربعة أخذوهن مع بعض وبالتالي رح يكون إيش؟ أف 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 صح؟ أف 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 دكتور ليش؟ يعني أنت بتضربه ألف أربعة عشرين؟ لا ما ضربت إشي سؤال خلينا مع بعض آخر خلية شو عنوانها؟ 4095 لا بديش بديه بالبيناري آخر خلية شو عنوانها؟ خمسة عشر لا؟ إثناشة إثناشة واحد دكتور آه رح يكون عند لحظة الأدرس بس الشباب قدش يتفقن عليه؟ إثناشة الأدرس بس اتفقن عليه بهذا المثال أنا بحكي تفقن عليه إثناشة معناته عنوان آخر خلية إثناشة واحد وعنوان أول خلية إثناشة واحد إثناشة صفر لماذا إثناشة واحد طيب؟ لأنه عنوان آخر خلية طيب اطلعنا خلينا اطلعوا الميموري اللي رسمناها قبل شوي الميموري اللي رسمناها قبل شوي ثواني بس اطلعوا بس توني رسمت ميموري شباب قبل شوي جوات تشوفي في ثمن خانات انا دائما اذا ما قدرت تفهم عرقم كبير حول الارقام صغيرة فانا اول مثال اعطيتكم اياه قلتلكوا انا عندي ممري فيها ثمن خلايا ثمن خلايا صفر واحد اثنين لحد دي سبعة رقمتين بالديسيبل طيب اتفقنا على الادرس بس تحقا قديش هاية باول المحاضرة ثلاث ثلاثة صح فقلتولي ثلاث ممتاز اذا الادرس بس كان ثلاث هذا الادرس بس شو يعني الادرس بس ثلاث يعني اول خلية عنوانها صفر 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 ثاني خلية عنوانها زيرو زيرو ون ثالث خلية عنوانها زيرو ون ون لحد ديت اخر وحدة عنوانها ون 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 معنى اخر خلية عنوانها ون 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 بالبايناري صح؟ شو يعني ون ون اذا الادرس ثلاث معنها الثلاث بيتات كلهن ونا صح وبالتالي هاي راح تكون ون 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 وهاي نفس الاشي الادرس بس عند 12 12 بيت طب اخر خلية عنوانها ال 12 بيت كلهن واحدات اشلون هون اخر خلية هون السبعة عنوانها عنوانها ايش عنوانها طلع واحد 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 يعني كل الثلاثة بتاعة الادرس بس كلهن واحدات اللي هي رقم سبعة مشير فبالتالي اخر خلية عنوانها ال 12 ون واحد هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هدعش اثنان عشرة بالهكسة هدو عرفوا بالهكسة قسموهن لا اربع خانات هاي خانة قسموهن كل اربعة كل اربعة بيت بالبانري بشكل اللي خانة بالهكسة هايدا جيت الثاني بالهكسة وهايدا جيت الثالثة بالهكسة فأف الآن بتعرفوا هاي كيف رح يكون الخلية الاولى عنوانها 000 خلية الثانية عنوانها 001 بعدينك 001 بعدينك 002 هانا بعد بالهكسة 003 004 005 006 007 008 009 شواره بعد 009 008 008 ايوه بالذب 00A 00B 00C لحديد 00F بعدينك 0010 صحيح؟ بعدينك 0 الى اخره بالاخير رح توصلوا ل F F F أوكي وبالتالي يا شباب هاي بالنسبة فيما يتعلق بالميموري الترانسفير اي سؤال يا شباب؟ تمام أوكي الآن يا شباب إذن بناء علي المايكرو أوبريشنز اللي ممكن نجريها على الميموري رح يكون عندنا 2 مايكرو أوبريشنز المايكرو أوبريشنز الأولى اللي هي اسمها ميموري ريد مايكرو أوبريشن الميموري ريد مايكرو أوبريشن أوكي كيف تكتب؟ DRRM هاي شو بنقصد فيها؟ هاي بنقصد فيها عملية الريد هاي شو رح نعمل؟ رح نروح على ميموري أوف AR أوكي يعني نروح بنجيب محتوى الذاكرة اللي عنوانها محدد بالآدرس ريجستر أوكي ووين بنجيب هذا المحتوى بنرجعه ومنحطه بالداتا ريجستر وبالتالي الآن بيكون نعملنا عملية تريد فالآن لما نعمل عملية تريد أوكي هيك يختصر M بودي لدي آر أو ميموري أوف AR ودي لدي آر هاي شو بنقصد فيها؟ رح نروح على محتوى الخلية اللي عنوانها بالآدرس ريجستر رح نجيبها وين نوديها على الداتا ريجستر فهاي عملية تريد المايكرو أوبريشن الثانية اللي رح نجريها على الميموري أوكي هي اللي هو رايت مايكرو أوبريشن رايت يعني كتابة على الميموري رمزها M R O D R هاي شو رح تعمل؟ رح تبعثلي D R على الميموري أوف AR فلما قلكوا رايت هيك بصير لآن شو رح تعمل؟ رح تنسخلي محتوى داتا ريجستر رح ننسخ محتوى داتا ريجستر ووين يا شباب ننسخه ونروح وننسخه ومنخزنه على بالميموري على الخلية اللي محدد عنوانها بالأدرس ريجستر تمام يا شباب؟ أوكي إذن هيك فعليا يا شباب هيك فعليا ال رايت مايكرو أوبريشن بتشتغل إذن باختصار إحنا نقدر نجري two مايكرو أوبريشن على الميموري اللي هو الريت والرات الريت أوكي المايكرو أوبريشن تاعتنا DR RM هاي بكل بساطة رح تروح على الخلية اللي محدد عنوانها بالAR بهذا الريجستر أوكي محدد عنوانها بالAR الآن رح نجيب هاي الخلية ونطلحها والآن على الداتا بس طبعا رح نوديها عليه وين على الداتا ريجستر وبالتالي رح تنكتب على الداتا ريجستر هاي عملية الريت ريد من الذاكرة الريت رايت على الذاكرة وبالتالي بهاي الحالة بهاي الحالة ميموري رو دي آر الآن رح نكتب محتوى دي آر على الذاكرة بس وين دي آر إذن رح يكتب على الذاكرة بس على أي خلية علي عنوانها محدد عبر الادرس ريجستر أوكي شباب تمام الآن يا شباب التابل اللي أمامنا هذا التابل يا شباب في ملخص عن الريجستر ترانسفير مايكرو أوperations الآن خلينا نطلع يا شباب على هذول المايكرو أوperations طلعوا لي شباب أول واحدة AROB هاي بنعرفها هاي رح تعملي ترانسفير للكونتنت أوف ريجستر بي أوكي انتو ريجستر أي يعني رح تودي للريجستر بي على الرجستر A طيب طلعوا لي على الثالثة AROConstant هاي شو رح تعمل هاي رح تعملي ترانسفير للبانيري كونستنت هاي ثابت يعني رح تودي لي على الرجستر A أوكي خليني نشوف اللي بعديها A بص R1 فاصلة R2 R2 A بص هاي شو رح تعمل المايكرو أوperation هذا هاي رح تعمل ترانسفير أو هذول 2 مايكرو أوperation هذول شو رح تصير هون بهذا المثال اللي أمام هاي رح ننقل الكنتنت of R1 into بص A يعني R1 رح ننقل محتوى للبص اللي اسمه A وبنفس الوقت رح ننقل محتوى البص A لوين للرجستر R2 وبالتالي رح ننقل R1 للبص A وبنفس الوقت رح ننقل البص A لوين شباب للR2 طبعا ليش بنفس الوقت لأنه هنا في فاصلة هاي بتفصل لي بين 2 مايكرو أوperation وهذول المايكرو أوperation رح صير بنفس اللي clock cycle طيب AR هي اختصار لل address register DR هي رمز لل data AR هي رمز للaddress register DR هي رمز لل data register الميموري لحالها M هي رمز للميموري of AR يعني بتقدر تكتبه M أو memory of AR لأنه AR مش بوك مع الaddress بس تبع من تبع الميموري بنختصر بالرمز M أو memory of AR طيب الر رو M هاي عبارة عن read operation أو memory read operation هاي زي ما حكينا رح تنقول لي محتوى الميموري رح تنقول لي محتوى الميموري أو الميموري word بنسميه اللي محدد عنوان هاي الword بالaddress register ورح تودي لي يا وين على data register آخر أوكي أما هاي المايكرو operation هاي شباب إيش هاي المايكرو operation اللي موجودة تحت أوكي آخر وحدة هاي عبارة عن إيش هاي عبارة عن memory write operation هاي شو رح تعمل لي رح تنقول لي محتوى data register على memory word اللي عنوانها محدد بالaddress register رح تنقول DR على memory of AR طيب الآن إذا المموري حطيته مكان AR register عادي R زي هي يعني memory of R بهاي الحالة هاي بتعبر لي عن شو عن المموري word اللي عنوانها بمخزن بالرجستر R فالمموري word specified يعني الرجستر R هو بكون مخزن في عنوان الخلية اللي بدي العنوان الخلية بالذاكرة اللي بنا نقرأ ها أو بنا نكتب عليها طيب اطلعوا لي على هاي AR RO DR OF AD طيب من انتظر في عندي أقواس مربعة خاصة بالمموري وفي عندي أقواس دائرية أقواس الدائرية هذولا اختصار لشوية شباب portion جزء بالظب portion يعني جزء من الرجستر وبالتالي في هاي الحالة هاي شو رح تكون هاي شباب هاي رح تعمل لنقل نقل محتوى data الرجستر اللي جزء محدد بال AD رح تنقول لوين على الادرس register وبالتالي هاي هاي رح تنقول للكونتنت بتاع يعني محتوى data register بس لحظة مش كله اللي محدد جزء بال AD رح هو هذا الجزء الادرس register هو اللي ينتقل لوين أو هذا الجزء من ال data register هو اللي رح ينتقل لوين لل address register أوكي شباب وبالتالي زي ما شفتوا هذا tabli شباب في ملخص عن register transfer micro operations أوكي شباب تمام